السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الاعزاء. طلاب الشهادة الاعدادية. اسعد الله اوقاتكم بكل الخير. في حلقة النهاردة بنحل امتحان مختلف من نوعه. امتحان محافظة اهلية عشرين اربعة وعشرين. امتحان اه للأسف في افكار كتير في مستوى الطالب الحاصل على الدكتوراه. يعني العيب مش في الامتحان. العيب في وضع الامتحان. انه هو يعني بيفتري شوية على الطلاب. وده حاجة غير متوقعة وغير معتادة. اه في التعبير الوظيفي اه اعلان. يعني بعيد عن اللافتة والبرقية. بس برضو الاعلان احنا ضربنا عليه قبل كده. اه اعلان عن مصابقة شعرية. في الاعلان زي ما تعودنا ممكن اكتب فوق كده اعلان او ما كتبش مش مشكلة. تعلن مدرسة نقط او تعلن اسرة اللغة العربية بمدرسة نقط. ما تكتبش اسم المدرسة. عن مصابقة هو اعلان عن مصابقة شعرية. يبقى عن مصابقة شعرية. اممكن اقول برضو عن مصابقة شعرية تنظمها اسرة اللغة العربية. وذلك يوم الموافق الساعة مكان التجمع مثلا في المدرسة. وعلى من يرغب الاشتراك مع الاستاذ مع قطيب التمنيات بالتوفيق وتحت ادارة المدرسة او اسرة اللغة العربية بالمدرسة ونقط تحريرا فيه بالشكل ده داخد الدرجة كاملة. السؤال اللي بعد كده بقى من الكراءة من درس سميرة موسى. وادركت سميرة موسى ان العلم هو الهدف والرسالة والحياة. فاتخذت قرارها مبكرا. العلم اولى من كل شيء وقبل كل شيء. من خلال فهمك للصياق. مراضف اولى. اولى يعني احق واهم واجدر. هنا مفيش اي واحدة منهم. هنا برضو فزلك من وضع الامتحان. اقوى ما تنفعش. اقرب انفع. فالاقرب هنا كلمة احسن. با من خلال فهمك للموضوع اكمل العبارة التالية. هدفت سميرة موسى من خلال الابحاث الى اقرار الخير للبشرية. ايه الخير اللي عملته? وذلك عن طريق هدفت سميرة موسى الى اقرار الخير. لانها كانت تأمل ان تسخر علومها لخير البشرية وليس لهدمها. فماذا فعلت? دعت الى عقد مؤتمر دولي بكلية العلوم تحت شعار الظرة من اجل السلام. ومن اجل الخير تابعت الاستخدام تابعت دراستها في الاستخدام السلمي للذرة في علاج مرض السرطان. جيم حب العلم والتفاني في طلبه يختصران البعد الزمني الوقت. ايه علاقة البعد الزمني بحب العلم والاجتهاد? دلل على ذلك من خلال دراستك درس سميرة موسى انها حصلت سميرة موسى على الدكتوراه في كام? اه في سبعتاشر شهر. في سبعة عشر شهرا فقط. وكان هذا نتيجة لحب العلم والتفاني في طلب العلم. حصلت على الدكتوراه في مدة قصيرة وهي سبعة عشر شهرا فقط. السؤال اللي بعد كده من قصة موح جارية صحة او خطأ? اتفق الامراء على تولية العادل ملك مصر. حبا له وثقة فيه? اكيد لا طبعا عبارة خاطئة لتحقيق اطماعهم لانه ضعيف وستكون الادارة ضعيفة. با صفقة الجواد. مزفر الدين مع نجم الدين اللي هي دمشق مقابل كيفة وسنجار. دافعها. كان ايه الدافع للصفق? ضع علامة صحة امام الاختيار الصحيح. حبه لنجم الدين? اكيد لا طبعا. رغبتي في حكم الثغور? اكيد لا طبعا. الانتقام من العادل ولا خدمته للصالح? اكيد ما فيش خدمة للصالح اسماعيل. وايه موضوع الانتقام من العادل? برضو سؤال غير صحيح وغير موفق من واضع الامتحان لان صفقة الجواد مع نجم الدين خوفا على دمشق. والخوف من اتفاق داود مع العادل باخذ دمشق منه. مش الانتقام من العادل. هكيد ما فيش انتقام. بس هي الاقرب للاجابة. جيم على ما تدل الرسالة التي ارسلها شعب مصر الى نجم الدين مع مجير الدين وتقي الدين. هي ايه الرسالة اصلا اللي كانت مع مجير الدين وتقي الدين? هما بلغوه انفررهم من العادل. والحح الشعب على ان يمد اليهم نجم الدين يده ويسرع بالقدوم وتخلصهم من شر العادل. هو هنا الرسالة دي بتدل على ايه? تدل على ان شعب مصر لا يسكت عن حقه ولا يستسلم لغاصب ولا يذل لمعتد. وبرضو سؤال غير موفق وغير مباشر. السؤال اللي بعد كده. السؤال الرابع. الكراءة متحررة المحتوى. السعادة الحقيقية هي التي يشعر بها من وهب نفسه لخدمة مبدأ يسعى لتحقيقه. او فكرة انسانية يجاهد في اعلانها واعتناقها او اصلاح لداء اجتماعي. ولا يصل الى هذه السعادة الا من رقى حسه وسمت نفسه. فضوء فهمك معاني الكلمات في سياقها. مضاد اعتناقها اعتناقها عن اختيارها اتباعها يبع عكسات تحرر منها. والابتعاد عنها برضو تنفع. التنكر لها برضو قريبة. سؤال غير موفق. الرسالة التي يوجهها الكاتب من خلال الفكرة السابقة. قيمة المرء بما يقدمه للمجتمع تنفع. السعادة هو بكل مصلا عن السعادة. سمو النفس غاية لا تدرك. لا ما تنفعش. المال لا املوش علاقة بالمال. اسئلة الامتحان كلها غريبة. جيم سمو النفس او انحطاطها يؤثر في اختيارات المرء وفي مبادئه في الحياة. ناقش ذلك في ضوء الفكرة. هنقول له اي حاجة من الفكرة ان من سمت نفسه يصل للسعادة الحقيقية. ومن انحطت نفسه يقبل الذل والهوان لنفسه ولمجتمعه. ونزود له برضو ان من سمت نفسه يؤثر ذلك في اختياراته. وياهب نفسه لخدمة مبدأ يسعى لتحقيقه او فكرة انسانية يجاهد في اعلانها او اعتناقها او اصلاح لداء اجتماعي. اي حاجة تكتبها المفروض تتعمل صح. السؤال اللي بعد كده بقى من النصوص. السؤال الاجباري من نص فضل العلم عن ابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يقول من سلك طريقا يبتغ فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة. وان الملائكة لا تضع اجنحتها رضاء لطالب العلم. وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فضوء فهمك للمعاني. واحد مضاد رضاء مضاد رضاء سخطا وغضبا اي في سخطا. يبقى كرها. لا هي هنا سخطا. مراضف سائر. سائر الكواكب يعني بقية. بقية الكواكب. وهنا جميع تنفع برضو. جميع الكواكب. برضو سؤال غير موفق. با لماذا ربط الحديث الشريف بين طلب العلم ودخول الجنة? ليه ربط ان اللي يطلب العلم يدخل الجنة? ده في تحفيز وتشجيع لطلب العلم والاجتهاد في طلب العلم. على ما يدل التعبير وان الملائكة. ان لا تضع. اسلوب مؤكد بانه والله. بس هو هنا عايز بيدل على ايه? ان الملائكة لا تضع اجنحتها رضاء لطالب العلم? ده اسلوب مؤكد بانه واللام يدل على تقدير وتكريم ورضى الملائكة عن طالب العلم. دال بما فضل الحديث الشريف العالم على العابد. قال لنا ان العالم مثل الايه? مثل القمر. والعابد مثل باقي الكواكب. صور العالم بالقمر والعابد مثل باقي الكواكب. وفضل العالم لان العالم خيره لنفسه ولغيره. يهدي الناس من ظلام الجهل الى نور العلم. وينفع نفسه وغيره. اما العابد خيره لنفسه فقط. السؤال اللي بعد كده من نص كن جميلا هو عبء على الحياة ثقيل. من يظن الحياة عبءا ثقيلة? والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلة. فتمتع بالصبح ما دمت فيه لا تخف ان يزول حتى يزوله. ايه هذا الشاكي وما بك داءه كن جميلا ترى الوجودة جميلة. مضاد الصبح. عكس الصبح الصبح عكسها المساء. الظلام لا عكسها النور. القبح عكسها الجمال. الكره عكسها الحب. جمع ده ادواء اهي ادواء. ادوية لا. ادوات اداءات لا. في الابيات اقرار وانكار ودعوة. وضح ذلك في ضوء شرحك للابيات. هتشرح الابيات هنا اقرار بان الانسان المتشائم عبء على الحياة. بانه كثير الشكوى بدون سبب وهو صحيح معافى. وانه حمل ثقيل على الحياة. ويستنكر انكاره ويستنكر على الانسان الشاكي الشكوى بدون سبب وما به مرض. والدعوة يدعوه للتفاؤل والاستمتاع بجمال الحياة. وتشرح برضو الابيات. جيم. ما الجمال في قول الشاعر هو عبء ثقيل. تعبير جميل يصور الانسان المتشائم بالحمل الثقيل. ويدل على شدة الضيق والسأم من الانسان المتشائم. دال والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلة. البيت السابق يعد الذي نفسه فاقد الشيء لا يعطيه. الذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلة. يعد حقيقة ولا رأي ولا الدعاء ولا ظن. هو مش الدعاء ومش ظن. طيب هو رأي ولا حقيقة. لا ده رأيي. رأيي الشاعر ان الذي يفقد يفقد الجمال بداخله لا يرى في الحياة شيئا جميلة. فاقد الشيء لا يعطيه. لان مش حقيقة. هتلاقي اختلاف هيقولك لا فاقد الشيء يعطيه ويعطيه بكوة. هو مفروض رأيي. رأيي للشاعر. وبهردو سؤال غير موفق. السؤال اللي بعد كده من نص ايات العلم. واخو الجهالة في الحياة كأنه ساعا الى حرب بغير حسامي. والجهل يخفض امة ويذلها. والعلم يرفعها اجل مقامي. انظر الى الاقوام كيف سمت بهم. تلك العلوم الى المحل السامي. من راكب متن الرياح كأنه ملك يصرف امرها بذمامي. مضاد سمت. سمت. علت. ارتفعت. يبقى عكسها. رخصت. حقرت. ضعفت. لا زلت. زلت. وانحرفت. عكسها. علت وارتفعت. انما رخيص. عكسها غالي. حقير. عكسها عظيم. ضعيف عكسها قوي. جامع الدنيا الدنا. يبقى الدناية لا. الدناء الدواني لا. في الابيات ترهيب ترغيب موازنة. وضح ذلك. هو وضع الامتحان بيفتري. ترهيب تخويف بيخوفهم من ايه? كأنه ساعا الى حرب نكرى للتهويل. يبقى هنا تهويل ترهيب من الجهل. لان الجاهل مثل المحارب بدون سلاح من الحرب اللي داخلها الجاهل. وترغيب بيرغبهم في ايه? في طلب العلم. لان العلم هو السلاح الذي يحقق به الانسان هدفه في الحياة. وموازنة مقارنة ما بين الجهل والعلم. الجهل يخفض من مكانة الامة ويذلها ويحقر من شأنها. انما العلم يرفع من قدرها الى اعظم مكانة. في قول الشاعر سمت بهم تلك العلوم. تصوير جميل. سمت العلوم سمت ارتفعت. ده تعبير جميل يصور العلوم بانسان يرفع من مكانة الامة. العلاقة بين البيت الاول والتاني. البيت الاول واخه الجهالة في الحياة كأنه ساعا الى حرب بغير حسامي. والبيت التاني والجهل يخفض امة ويذلها والعلم يرفعها اجل مقامي. هو في البيت الاول كان بيتكلم عن الانسان الجاهل كأنه داخل حرب. والبيت اللي بعده بدأ يتكلم عن اضرار الجهل. عمل مقارنة ما بين الجهل والعلم. يعني ما فيش تعليل. وما فيش اجمال عشان يفصله. طيب تنويع? ايوة تنفع تنويع. بينوع ما بين ضرر الجهل على الفرد والمجتمع. في البيت الاول بيقول لنا ضرر الجهل على الفرد. وفي البيت التاني بيقول لنا ضرر الجهل على المجتمع. يبقى تنويع. وتنفع برضو ترتيب. وبرضو من الاسئلة غير الموفقة لوضع الامتحان. السؤال اللي بعد كده النحو. اسما فضيلة. اسما صفة على وزن افعل. دي اسم. صفة على وزن افعل ممنوعة من الصرف لعلتين. اسما فضيلة دي مضافء لي مضاف لي مجرور علامة جر الكسرة اسم فضيلة تنعم بها تنعم دفعل الترابط الاسري فالام تأتي بمولودها الى الحياة والاب يعلمه كيف الحياة يعيشها وينشأ الطفل بين اثنين فهذه ام تحنو وترقف هذه ام مبتدأ خبر ما فيش بدل وهذا اب مبتدأ خبر يشقى ويجهد فاذا صار الطفل رجلا صار اسمها وخبرها عرف للام فضلها واحسن اليها وشكرا الاب شكرا هو الاب مفعول به منصوب دوره يبقى دوره دي جزء معنوي بدل بدل منصوب وصار اه صار فين اسمها صار له طالما الجملة بدأت بجره مجرور ايوة جملة له في كبره شجرة اه دي جملة بدأت بجره مجرور يبقى المبتدأ مؤخر له في كبره ايه شجرة يبقى شجرة دي كانت مبتدأ مؤخر لما دخل صارة بقيت اسم صارة يبقى شجرة اسم صارة مرفوع وعلامة رفع الضم شجرة وارفة الظل موفورة الثمر الاستخراج ممنوعا من الصرف قلنا اسم ممنوع من الصرف في العلتين صفة على وزن افعل بدل قلنا شكر الاب دوره يبقى دوره دي بدل وبدل اجتمال وبدل منصوب وعلامة نصب الفاتحة جيم بئس صفة صفة الكرم بئس الفعل هو الامتحان كله فزلكة وفرد عضلات فعادي وضع الامتحان ده المفروض يقعد في البيت ما يحطش امتحانات تاني ده حقيقة بئسة دي الفعل صفة دي تمييز الفعل ده مير مستتر صفة الكذب دي المخصوص وهنا مضافة صفة الكذب دي مضافة ليه مجرور يبقى صفة تانية دي المخصوص والمخصوص مع نعمة وبئسة مبتدأ مؤخر او خبر لمبتدأ محزوف يعني هنا مش توكيد ومش بدل ومش تمييز ومش مبتدأ المفروض برضو ده خطأ المفروض برضو يكتب مبتدأ مبتدأ مؤخر او خبر لمبتدأ محزوف ولو عملتها توكيد لفظي برضو صح باعتبار ان صفة بئس صفة صفة الكذب يبقى باعتبار ان الكذب دي المخصوص وصفة الاولى تمييز وصفة التانية توكيد لفظي برضو منصوب برضو تبقى صح اتنين يا عربي كن على قدر تاريخك اه هنا يا عربي ما قالش يا عربيا لو منصوبة يبقى نكرة غير مقصودة هنا كده نكرة مقصودة يا اخي في ضمير يبقى منادى مضاف هو عايز نوع المنادى على الترتيب يبقى يقول له نكرة مقصودة نكرة مقصودة ومضاف دال اجعل المفعول به في الجملة التالية بدل فين المفعول به برضو في فزلكة ضرب المصريون فعل وفاعل ماذا ضرب المصريون المصريون اجمع ايوه ماذا ضرب المصريون اروعا يبقى اروع دي المفعول به هو هنا عايز ان المفعول به يكون بدل اروع ايه اروع دي جزء من ايه جزء من المصريون ولا من الامثلة اروع الامثلة جزء من الامثلة يبقى اجيبها بعد الامثلة اقول ضرب المصريون اجمع الامثلة اروعها يبقى اروع هنا باقت البدل اتنين حبذة صحبة الاخيار وانعم بها غاية ضع علامة صح امام المخصوص بالمدح اللي بعد حبذة ولا حبذة على طول المخصوص. يبقى هنا المخصوص كلمة صحبة. مبتدأ مؤخر مرفع وعلامة رفع الضمة. والسؤال اللي بعد كده الخط والاملاء ندعى لاخوتنا في محافظة الاهلية ربنا يصبرهم على مبتلاهم. بتمنى لكم التوفيق. والى اللقاء اخر مع فيديو جديد. اترككم في رعاية الله وامنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.